اهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برامج تيكنوفيليا في حلقة اليوم سنتوقف عند كل الانتقادات التي تعرض لها موقع فيسبوك مؤخرا بخصوص عدم احترام قواعد السرية والبيانات الشخصية لمستخدمي ونطرح السؤال على خبير في الاعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي حول مصلحة فيسبوك في احترام سرية وبيانات مستخدمية في موضعنا الثانية اليوم سنتحدث عن موضة غريبة بدأت تنتشر بقوة في الدانمارك رقمنت القبور لجعل زوار المقابر يحصلون على معلومات نصية ومصورة حول الشخص المتوفى وفي فقرة تجربة سنتعرف على جهاز يحول مياه الحنفية أو الصنبور إلى مياه معظمية الانتقادات بخصوص عدم احترام السرية والبيانات الشخصية للمستخدمين تنهل على فيسبوك من كل جهة مؤخرا المفاوضية الأوروبية انضمت إلى صف المنتقدين معلنة أن فيسبوك لا يحترم بشكل كاف متطلبات الاتحاد الأوروبي على صعيد السرية واحترام حقوق المستخدمين في السابق فيسبوك كان يحاول في كل مرة القول أنه سيبذل مجهودات أكبر في هذا الإطار لكن إدارة فيسبوك أعلنت مؤخرا أنه على ما لا يتفق مع سياسة الموقع أن يغادره معنا الآن من دبي الخبير في الأعلام الرقمي وتواصل الاجتماعي الأستاذ أيمن عيتاني شكرا جزيلا لحضرك معنا في هذه الحلقة نود بداية أن نعرف منك مضمون وطبيعة هذه الانتقادات الأخيرة التي وجهت لفيسبوك سواء في ألمانيا من خلال المحاكمة أو الدعوة التي تعرض لها فيسبوك وأيضا من قبل المفاوضية الأوروبية فيما يخص السرية واحترامات البيانات المعلومات الشخصية تابعونا لما نحن نحطها على الإنترنت هذا الموضوع عمره حوالها 12 سنة القوانين الموجودة معمولة حتى تحمي الأشخاص وتحمي خصوصيتهم لكن التقنيات في آخر 12 سنة ليست كثيرا أسرع ونحن نفسيا نصنع مرتاحين أكثر أن نشارك المعلومات فالقوانين تجرب الآن أن تلعب دور لتحمي الأشخاص فيها ونحن نرى فرق كثيرا بين مؤسسات مثل فيسر ووغل ووثويتر وغيرها والقوانين الموجودة ونلاحظون في أوروبا وخاصة في ألمانيا يكون هناك وضوح أكثر عن عطارين القانون بالمتطلبات القانونية ونحن نلعب دور أكبر بأن يعملوا مع هذه المؤسسات لأن يكون هناك تفعيل لحماية الخصوصية ونحن بعد هذه القوانين الموجودة نرى أن فيسبوك في كل التطبيقات تبعوها تبعث رسائل خاصة يكون هناك رسائل عندما يفتح تطبيق فيسبوك يكون هناك رسائل واضحة من فوق يتواعي في فيسبوك للناس أنه ما تغييرات عملت وما يعني لا لا هذه هي خطوة كثيرا مهمة لكن المشكلة فيها أن التوعية هذه على مضمون قانوني صعب للأشخاص العادي أنه شو يعني وشو هذه المعلومات وكيف مين هيستعملها وشو الأطلاف موجودة طيب هل بالفعل الآن يمكن جعل فيسبوك يوما ما يحترم خصوصية مستخدميه بشكل تام مع العلم أن النموذج الاقتصادية الذي يقوم عليه فيسبوك يقوم أساسا على عدم احترام الخصوصية بما أنه يحقق أرباحه من خلال بيع كل ما جمعه من بيانات عن مستخدميه للمعلنين فيسبوك الوضع وهي فيه وضع متقدم وصعب بنفس الوقت متقدم لأنه عندها تقدر تقنية هائلة تقدم فيها كثير التي تجمع وتحلل هذه المعلومات وضع صعب لأنه الأشخاص لعطاعت المعلومات ليس كثيرا عاد في هذه المعلومات وضع صعب لأن الأساسات التجارية مستعدة تدفع غبالغ طائلة لحتى تقدر توصل هذه الدعيات لهذه الأشخاص وفيه قوانين كمان التي تحترم بالبلاد المعين الموجودة هنا ولأنه هذا موضوع جديد على الجميع هلأ نحن بفترة مهمة واساسية التي تسمح أنه يكون فيه آلية موجودة لحتى تحمي الشخص ولا تقدر فيسبوك لأنها تعمل مردود المالي منها ولا يكون الواساسة التجارية تقدر توصل فيها ويكون الأشخاص الذين يستمعون القوانين يكونوا مرتاحين بالوضع الذي يوجد لكن أنه تنجبر فيسبوك غير مؤسسات بد وقت لأنه الآلية الموجودة هلأ تتطور بالرغم من هذه الانتقادات وخسارة فيسبوك لدعوة ضده في ألمانيا مؤخرا وأيضا أنباء عن عزوف الشباب بحسب إحدى الدراسات عزوف الشباب عن فيسبوك لصالح مواقع أخرى مثل سنابشات فيسبوك يبدو وكأنه واثق من نفسه يقول من لا يتفق معنا فليرحل بل ويطرح في الأيام الأخيرة خدمات جديدة انتقدت هي الأخرى فيما يخص مسألة احترام الخصوصية للمستخدمين وأخص بالذكر مثلا ميزة اونافو بروتكت ما الذي برأيك يجعل فيسبوك يبدو في هذه الدرجة من الثقة في النفس لو تفودي على تطبيق على الأبل ستور أو على الجوبل بلاي ستور ستنزل تطبيق إذا منشوف شو أكتر تطبيقات بالعلى عم تنزل على صعيد يومي منشوف تطبيق فيسبوك تطبيق انستغرام تطبيق واتساب هنا من أكتر شي ناس عم تنزل هنا ثلاث تطبيقات كلهم من عائلة وحتي هي عائلة فيسبوك فيسبوك تملكهم فكل الأشخاص الذين على الإنترنت يستعملون قسم واحد من هذه تطبيقات خاصة واتساب ففيسبوك يكون قدرة في التطبيقات أكتر من خير تطبيقات هذه منجهة منجهة ثانيا إذا نرى المردود المال عندهم فيسبوك يكون صافة أرباح كل ثلاثة أشهر بثلاث مليارات هذا صافة بعد كل التباع كل التكريف وكلها المكاتب وكلها التقنيات الموجودة عم يفوق ثلاثة مليارات كل ثلاثة أشهر ففيسبوك والعائلة تمول فيسبوك وضعنا كثير أول يوم نعم شكرا جزيلا لك الخبير في الأعلام الرقمي وتواصل الاجتماعي الأستاذ أيمن ناعتاني وكنت معنا من دبي ترجمة نانسي قنقر